لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك عن قضية فلسطين وكيف انتقلت هذه القضية من قضية الاولى لدى العرب نظريا وعمليا رسميا وشعبيا إلى درجات اخرى ولم تعد على العموم هي القضية الاولى حيث انشغلت الدول العربية بقضايا مختلفة كثيرة ومتعددة في ذل تعددين الاخطر يجب ان نؤكد على امر هام في اطار اجابتنا عن السؤال هل ما زالت قضية فلسطين هي القضية الاولى لدى العرب اذا اردنا ان نجيب على هذا السؤال يجب ان نتحدث من المنطلق من منطلق انه الى غاية عام 1979 وفلسطين هي قضية العرب شعبيا ورسميا حدثت عدة حروب مع اسرائيل على المستوى الشعبي كانت القضية الفلسطينية هي الاساس على المستوى النخبوي وعلى المستوى الفكري سواء كان بالنسبة للطيارات الاسلامية او الفكر الاسلامي بصفة عامة او اليساري القومي قومي العلماني كله كانت قضية فلسطين هي الاولى وكانت النخب تعمل دائما على ترسيخ هذا الوعي الجماهيري هذا الوعي الرسمي حتى في الخلافات بين الدول حتى خلافات بين الدول العربية كانت تحدث بسبب فلسطين وكانت ليست تحدث بان هذا يريد ان يبيع القضية وذاك لا لا في قضية في درجات الايمان بهذه القضية بلا ادنى شك تكون هناك خلافات اخرى لكنها غير معلنة ولا يتم الاعلان عنها ايضا على احطى الانقلابات التي حدثت في بعض الدول حدثت ايضا تحت مسمى فلسطين وتم تخوين الانظمة السابقة وما الى ذلك من مثل هذه الامور على العموم وبصفة عامة انه حتى عام تسعة وسبعين كانت قضية فلسطين هي القضية الاولى لدى العرب وهناك حتى ليست القضية الاولى اهتماماتهم فقط بل انها قضيتهم وليست قضية الفلسطينيين لوحدهم بل ان الفلسطيني لا يمكن ان يفكر في قضية فلسطين خارج الاطار العربي حتى على مستوى جامعة الدول العربية كانت تعذا عقدة اي اجتماع سواء عن مستوى الامانة العام ما عن مستوى وزارة الخارجية اي اجتماع على مستوى الجامعة العربية كان اذا حدث يحدث ويكون البند الاول هي قضية فلسطين ما الذي تخير؟ ولماذا اخترت بالضبط عام 1979 كثيرون سيسألون وكثيرون سيذهب خاطرهم الى اتجاهات مختلفة لم اختر مثلا العام الذي ذهب فيه انور السادات زار اسرائيل ووقع معهد كام ديفيت قد يقول قائد حتى عام 79 وهو العام الذي وهو العام الذي شاهد فيه وصول خميني الى السلطة في ايران بمجرد وصول خميني في السلطة في ايران وانتصار ظهر مفهوم جديد يتمثل في الثورة هي ثورة خمينية ولكن تم اطلق عليها الثورة الاسلامية وبدأ مشروع تصدير هذه الثورة وظهر فكر جديد يريد اعادة تشكيل المخيال الديني والعربي والاخلاقي في داخل الدول العربية من خلال استدعاء مشهد اخر لم يكن وارد في الذهن العربي ويتعلق بالصراع الشيعي السني وقضية قضية ما تسمى المظلومية لدى هؤلاء التي عمرها قرون طويلة عندما وصل خميني الى الحكم بدأ العمل على هذا في اطار زعزعت قضية فلسطين من المخيال العربي الرسمي والشعب لقد ادرك المجتمع الدولي المؤيد لاسرائيل ومؤيد لزرع كيانها وصناعة دولتها في الشرق الاوسط كما يسموه وفي عمق العالم الاسلامي انه لا يمكن لا يمكن ابدا نجاح هذا المشروع الا بزحزحة القضية الفلسطينية نظريا وتطبيقيا وعمليا كقضية اولى نظريا على المستوى الاخلاقي والفكري وعمليا على مستوى المواقف السياسية والعملي هنا طرح كثيرا التساؤل كيف سيجري هذا العمل هذا العمل يحتاج الى وقت طويل يحتاج الى عمل بمنظور بعيد بعيد يحتاج الى ركائز اساسي لذلك قلت انه جار العمل على عدة اصعيدة الصعيدة الاول هو ضرب القيم الاخلاقية اولا ضرب قيمة الدين في المجتمع وهو الاسلام بصفته دين دين العالم الاسلامي والعالم العربي وهو الدين الذي يستمد منه او تستمد منه هذه القضية مكانتها فهي لديها مكانة دينية بسبب مسجد الاقصى ولذلك عندما يتم استهداف القيمة الدينية لدى الشعوب ولعد الدول ولدى الاوطان فان ذلك سيساهم حقيقة في زحزعة القضية الفلسطينية فتم استهداف الدين بمحاولة تشويه جاء محاولة صناعة نخب فكرية مزيفة وهذا الهدف محاولة اظهار ان الاسلام هو سبب التخلف وان الاسلام هو الذي تخلف العرب وان الدين في حد ذات عامل من عوامل التخلف وما الى ذلك وشهدنا فطرة معينة صراعات فكرية كبيرة كبيرة حتى وصلنا الى مستوى ان الطعن في المقدسات الاسلامية امر عادي جدا التشكيك في الدين امر عادي جدا تتباهى به بعض الاطراف بل تتباهى به هذه الاطراف التي يؤمن به كانت الناس في زمن معين في فطرة الشيوعية تجده شيوعي يخفي تشيوع على الاقل لا يبرز الهاده ولكن صارت الطعن في الدين والقيم اما بصفة علانية وكل من يفعل ذلك ينال جوائز عالمية ويقدم في دوائر الغرب على انه نموذ المثقف المتنور وما الى ذلك من هذه الامور ضرب القيم الاخلاقية وكان اهم شيء يجري العمل به كنت في فطرة معينة او ما قبل 79 دائما قصبت الامر الى مرحلتين ما قبل 79 كانت الاخلاق والمبادئ هي التي تخضع لها المصالح لا يمكن التنازل عن مبدأ وخلق معين في القيم العربية والاسلامية من اجل المصلحة وجر العمل على استهداف هذه القاعدة القوية التي حافظت على المواقف وحافظت على اهمية القضايا في المخيال العربي والاسلامي فزعزعتها تمت زعزعتها رويدا رويدا حتى صار الخلق والمبدأ يخضع للمصلحة حيثما تكون المصلحة يكون الخلق والمبدأ ويدور المبدأ والخلق على حسب المصلحة بدأه على المستوى فردي وصارت على مستوى الدول وصارت وصلنا الى ان كل دولة لديها هناك مخاطر تهددها وصارت مصلحتها اهم شيء عندها حتى لو كان غيرت مبادئها التي انشئت عليها بسبب اولا العمل على محافظة على وجودها وهذا الذي سوف نتحدث عنه وامر اخر اصبحت المصالح اهم من كل شيء حيثما تدور المصلحة تتغير الاخلاق وتتغير المبادئ وتتغير القيم وهذا يعني انه في فطرة معينة مصلحة مبدأ العرب والمسلمين هو تحرير فلسطين بذلك مهما تتحقق من مصالح عند التخلي عن هذا المبدأ لا يهم لان المصلحة تخضع للمبدأ ولكن جاءت مرحلة التي صارت المصالح الاقتصادية والمصالح الامنية والمصالح الاستراتيجية ومصالح النفوذ هي الاولى لذلك لم تعد قضية فلسطين هي قضية مبدأ وخلق في التعامل معها بل هي قضية مصلحة والمصلحة دايما تتغير على حسب الظروف وحسب المتغيرات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله